تنفيذ لتوجهات الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بالعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية شاركت إدارة العقوبات البديلة في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية وتضمنت المشاركة قيام شخص من المستفيدين من العقوبات البديلة بإشراف رجال الأمن في عملية التنظيم ومساعدة كبار السن لدى أدائهم الواجب الوطني تنفيذ لتوجهات الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بالعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ الانتماء الوطني شاركت إدارة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من خلال دعم ومساندة أعضاء قوات الأمن العام بمديريات الشرطة القائمين على تأمين وتنظيم العمليات الانتخابية خارج مراكز الاقتراع كما تضمنت المشاركة قيام عدد مئة شخص من المستفيدين من العقوبات البديلة بمساعدة رجال الأمن في عملية التنظيم ومساعدة كبار السن عند الوصول من أجل أداء الواجب الوطني شاركت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بضباط وضباط صف ومستفيدين من العقوبات البديلة في العملية التنظيمية للانتخابات النيابية والبلدية وذلك لمساندة المديريات الأمنية أشكر جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى بن سلمانة الخليفة على أن أنا طلعت باستفدال عقوبة فأنا قلت لهم أنا حابة طوع وأخدم اليوم في هذا اليوم الانتخابات يوم السبت وقمت بتنظيم حركة سير المرور وقمت بمساعدة الكبير والصغير والشخص المسن اللي ما يقدر يستطيع ينزل من السيارة ووصلت إلى الداخل وكان الحضور جدا كبير الانتخابي وأقول للناس والمجتمع مملكة البحرين عليكم بالحضور ونزيم حق التصويت وهذا الشيء لمصلحة الوطن نحن اليوم والله الحمد مشاركين متطوعين مع إدارة العقوبات البديلة في تنظيم الانتخابات كخطوة للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع للمستقبل أفضل إن شاء الله أنا أحد المستفيدين من العقوبات البديلة وحضرت اليوم حق انتخاب وهذا دور كل مواطن أن يشارك حق الانتخابات وأشكر العقوبات البديلة وبالتوفيق للجميع أشكر حكومة البحرين وجلالة الملك على أعطانا فرصة استبدال العقوبة ودمجنا مع المجتمع وأعطانا فرصة الترشيح أنصح الناس أن تأتي صوتها للي يستحق وأشكر استبدال العقوبة على وقفتهم إيانا وتعاونهم إيانا وتساهلهم إيانا في العقوبة وأكدت إدارة العقوبات البديلة على سعيها لإشراك المستفيدين وإعادة إدماجهم بالمجتمع من خلال تقديمهم أعمالا تسهم في الوصول إلى الهدف الأساسي وأن يكون لهم دور فاعل في المجتمع كما قامت الإدارة بمتابعة المستفيدين الذين يحق لهم التصويت والذي بلغ عددهم 93 مستفيد وإرشادهم بالمقار الانتخابية المخصصة حسب عنوينهم وحثهم على تلبية واجبهم الوطنية